هو احتفال باليوم البرلماني الأول للمملكة المغربية في الكونغريس البيروفي احتفال شكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي وبرلماني البلدين أعرب عن شكري لجميع مكونات الكونغريس البيروفي وخاصة مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية التي نظمت هذا الاحتفال الذي يخلد ذكر زيارات صاحب الجلال الملك محمد السادس سنة 2004 إلى البيروف وهي زيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة عربي وإفريقي إلى البلد الجنوب أمريكي الاحتفال بهذا اليوم يكتسي أهمية كبرى خاصة بعد استئناف العلاقات الثنائية بين المملكة والبيروف في شتنبر الماضي على إثر قرار البلد اللاتيني تعليق علاقته مع الجمهورية الصحراوية الوهمية وبداية حقبة جديدة وواعدة من التعاون وتفاهم مع المملكة المغربية يجب أن تباشر جمهورية البيروف على غير بلدان أخرى مهمة من مختلف القرارات بفلح قنصرية لها بإحدى مدينة الجنوب المغربيتين العيون أو الداخلة خاصة بعد إنشاء المشروع الاستراتيجي العملاق لميناء الداخلة على الساحل الأطلسي للمغرب وعرف هذا الحدث حضور أعضاء الكونغرس البيروفي وكبار المسؤولين وشخصيات بارزة يمثلون مؤسسات الدولة البيروفية ترجمة نانسي قنقر